الحقيقة الألوان مبهجة في شرم الشيخ يعني لما تسوف كده الألوان والأعلام والقرات والشباب والناس والحياة والحركة تتطمن جدا على بكرة لأنه اللي بيحصل في شرم الشيخ لما تكون الدولة بتهتم وبتهتم بمنتدى كبير يعني أهم عضو فيه هو شباب مصر وشباب العالم فأنت كده تتأكد بأنه الدنيا رايحة للمستقبل بشكل فيه وعي وفيه علم وفيه فكر وفيه أفكار وفيه حرية ما هو أنت الشباب كمان لما يجي على المنصات المختلفة عندك سواء ويبقى متواصل مع العالم ويبقى بيتكلم بحرية ويبقى موجود في كل الجلسات سيد الرئيس رئيس مصر موجود وبناء الشباب العالم دي في حد ذاتها حرية لم يعتد عليها حتى شباب العالم القادم من بلاد الحرية ليه؟ لأن أنت ما بتشوفش على مستوى العالم رئيس دولة ولا رئيس جمهورية ولا بيعود في الوقت الحالي كمان اللي فيه كل أحداث الكورونا دي ويناقش شباب العالم أعتقد أن دي حاجة أنا بحس أنها مهمة مهمة لمصر مهمة لشبابنا ومهمة لنا جميعا أن احنا كمان بنناقش كل ما نحلم به بشكل عالي وبصوت عالي وفيه رأي ورأي تاني فيه احترام كمان للشباب احترام لطقته احترام لفكره الشاب كمان المشارك والشاب اللي حيتابع اللي اتنين هيشتركوا في حاجة هيشترك بأنه بلده بتفتح له أفاق بلده بتأكد بأنه أنت اللي هتمدي إيدك وانت اللي هتبني وانت اللي هتنقلني وانت اللي هتكمل المشوار كل دي حاجات مهمة تعالوا كده نروح لشارم الشيخ وزي ما قلت لكم كمان ان شاء الله من الغد التاسعة بتقدم حلقات خاصة الزميل يوسف الحسيني موجود بالفعل هناك وان شاء الله هتكونوا مع التاسعة في حلقات خاصة من يوم الحد اليوم الخميس وحتشوفوا كل الأخبار ومتابعاته والحقيقة فريق التاسعة هيحضر لكم أكيد كل ما يهم هذا المنتدى حيكون موجود عندنا يوميا في التاسعة الآن من شارم الشيخ ينضم إلينا مرسلنا على الهواء مباشرة الزميل كريم بيبرس مساء الخير يا كريم مساء الخير يا دينا مساء الخير على كل مشاهدي برنامج التاسعة كريم يا ريت أولا أنا شافك يا دينا روحت بس أنا شافك مساء الخير يا كريم طيب قل لي بس يعني أنا شايف ببهجتك وابتسمتك وانت في شارم الشيخ اطلعنا عن ما دار اليوم من ورش ومن وجود وتجمعات للشباب مساء الخير يا شهد طبع على مساء الخير على كل المشاهدين يعني فعلا يمكن شارم الشيخ هي دايما مش أرض السلام بس كمان أرض البهجة يمكن وجود منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يمكن ليه طبع خاص شارم الشيخ بتتجهز وبتستعد ليه المنتدى عن طريق زي ما انت قلت وفعلا الأعلام موجودة في الشوارع الأوتوبيسات الخاصة بمنتدى شباب العالم موجودة في الشوارع دايما الحقيقة ان احنا على مدار اليوم شفناهم وبنقلوا الوفود اللي وصلت مبارح وأول مبارح من الفنادق لمركز المؤتمرات وخصوصا انه النهاردة كان اليوم الاول للورش التحضيرية اللي قبل طبعا الورش الأسالة هتكون موجودة من 10 يناير لحد 13 يناير يمكن فعلا البهجة كمان اللي هنا الناس في السوق في شارم الشيخ عنا موجود دلوقتي فيه السوق القديم في شارم الشيخ ومن الأماكن السياحية المهمة جدا جدا بتكلامي مع الناس يمكن مبارح والنهاردة كانوا بتكلموا على ان وجود المنتدى مش بس وجوده في الوقت الحالي اللي هينعكس ممكن ينعش السياحة مرة تانية ولكن كمان بعد المنتدى ده هيبقى ليه تأثير إيجابي بشكل أو بآخر على عودة السياحة مرة تانية هنا في شارم الشيخ وخصوصا أنه المنتدى بيجذب طبعا الكتير قوي من الوفود الأجنبية من الدول الأوروبية من الدول طبعا في شرق آسيا في الدول الأسيوية الدول الأفريقية كمان من ولايات المتحدة الأمريكية ده هيل يا كريم فعلا النهاردة في لقائي مع بعض الوفود وبعض الشباب والشابات الجميلات اللي كانوا موجودين النهاردة في مركز المؤتمرات لحضور الورش التحضرية كمان تتكلمي عن نقطة مهمة جدا أن احنا مش بنشوف فعلا رؤساء العالم بشكل عام بينزلوا يعوضوا مع الشباب ويتناقشوا معاهم ويتراحوا الأفكار المختلفة لكن حقيقة أنا تمست ده منهم وهم اللي قالوا لي ده بنفسهم أنه ده مش العادي أو المعتاد عندهم في بلادهم أن هم يجوا يحتروا منتدى أو مؤتمر بنائش أضايا مختلفة بتمس حياتهم ويكون رئيس الدولة أو القيادات السياسية المختلفة موجودة بالفعل وبتناقشهم ده مباشرة وبتسمع لأفكارهم وبتسمع لي الأفكار والإبداعات لحل المشاكل ده أنا سمعته بنفسي فعلا منهم النهاردة وكان ده من الحاجات المهمة جدا يمكن فيه ناس منهم قالوا لي أن هم حضروا وقدموا على المنتدى وجودهم في المنتدى مخصوص عشان يحضروا الجو المختلف بين التواصل ما بين الأجيال ما بين الشباب اللي هو المستقبل فعلا ليهم ولكن طبعا عشان يقدر المستقبل يكون ليهم لازم كمان يتعلموا من القيادات اللي موجودة بشكل عام وأن هم يتواصلوا معاهم بشكل مباشر عشان يقدروا يوجدوا الحلول الوسط بينهم هما الاثنين وإجاد الحلول كمان للمشاكل بشكل عام زي مثلا التغيرات المناخية اللي أشادوا بالجلسة دي جدا جدا وكمان كان فيه جلسة خاصة بمبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة خاصة بيه التنمية المستدامة والتنمية المجتمعية كمان كان فيه ناس بتتكلم منهم طيب كريم أنا أناس جورجي اتكلمت معهم النهاردة بتتكلموا قد ايه هم كانوا منباهرين بالمبادرة دي في حد ذاتها وقد ايه ممكن تكون أثرت على المواطن المصري هنا وازاي ان احنا ممكن فعلا ننقل التجارب دي بشكل عام ما بين الدول وكمان ما بين الشباب واختلاف الثقافات كانوا بتتكلموا على فكرة اختلاف الثقافات ونقل الثقافات ونقل الأفكار بينهم بين بعض كانوا منباهرين بدا جدا جدا الحقيقة كمان يمكن تكلمت مع ناس من الدول الأفريقية يعني الحقيقة هنا في السورة دي مثلا تكلمت معهم عن فدورهم لي منتدى شباب العالم وكانوا مبسوطين جدا وقالوا ان دي كانت فرصة ليهم كمان ان هم يزوروا شرم الشيخ ودي من الأماكن السياحية اللي كانت نفسهم طول عمرهم يزوروها وكانت الفرصة الحقيقة ان هم يتكلموا عليها كمان موطة مهمة جدا يعني يمكن رصدناها نهاردة أثناء دخول نعم أيوة أخيرا سمعتني يا كريم طيب يعني أنا سعيدة جدا بكل اللي قلتهولي والصورة من وراك الحقيقة والصور اللي موجودة عندنا كلها بتنقل كل الكلام وبتأكد عليه شايفة كمان القرى الصمراء الجميلة قرتنا إفريقيا شايفة شبابها في شرم الشيخ وطبعا حسين بالانتماء الكبير وشايفة طبعا الأعلام وشايفة الدول المختلفة وشايفة كلمي عن الكواليس الحياة في شرم الشيخ دلوقتي عملة ازاي أنت دلوقتي عندك الساعة تقريبا إحنا خلاص الساعة عشرة عشرة ونص أهي تقريبا وكلمني الحياة عملة ازاي السوق الناس شرم الشيخ يعني كلها طاقة وحماسك تكلمني عن الكواليس دي عملة ازاي فعلا يمكن هنا السوق متعطش جدا هنا ليه عودة تاني السياحة مرة تانية ليه السياحة يمكن شرم الشيخ بالشكل عام ليها طبيعة ساحرة وخاصة خصوصا البحر الأحمر السنوركلينج في البحر الدايفينج في البحر ولكن كمان السوق القديم ليه طابع خاص كده ليه طابع خاص لأنه النسبة يجي هنا تاخد السيفونيرز والحاجات التسكرية ياخدوا الصور التسكرية يمكن ورايا دلوقتي كمان مسجد الصحابة مسجد شكله مبهج جدا بأنواره هما فعلا الناس هنا في السوق القديم كانوا بتكلموا معايا النهاردة انه هما فعلا في انتظار عودة السياحة دي وشايفين انه فعلا وجود الشباب دي عشان يشوفوا ده بعينهم هيشدهم بعد كده هما ينقلوا السورة بنفسهم لبلدهم عشان يقدروا يجذبوا السياحة مرة تانية هما فعلا كمان متصورين انه بشكل عام كل ما في تواصل مباشر ما بين القيادات او المسئولين انه هما ينزلوا يشوفوا بنفسهم يمكن المنتديات دي بتبقى فرصة عشان المسئولين ينزلوا بنفسهم يشوفوا الشوارع انه اكيد الشوارع نفسها بتتجهز اكيد وبتتحضر لاستقبال الوفود الاجنمية فبتطر المسئولين هما كمان ينزلوا يشوفوا ده بعينهم فبتبقى فرصة من مثلا الموجودين هنا في السوق او من الاهالي هنا انهما يتواصلوا معهم بشكل مباشر يطلوا انهم الطلبات بشكل مباشر كمان كنت بتكلم معهم النهاردة هنا في السوق قولوا انه الحفلات الخاصة هنا في السوق القديم يعني ابتدت ترجع تاني مرة تانية عشان هما عارفين انه هيكون فيه وفود اجنبية حابين يشوفوا الفلكلور الخاص المصري حابين يشوفوا ايه هي مثلا السبونيرز اللي ممكن يتم عرضها كل اللي بتقوله ده احنا يعني سعداء لي جدا وغيره من العروض اللي ممكن تتقدم فكل ده طبعا اهالي شرم الشيك واهالي سول قديم في انتظار انه ده يرجع تاني ومتحمسين جدا خصوصا بعد المنتدى ان هما ينتظروا السياح العودة مرة تانية اكيد انا بشكرك جدا يا كريم وعارف انه فيه طبعا يعني دليه بيننا وبين بعض بس انا بشكرك جدا على كل المعلومات وحماسك الشباب واضح ان الشمس حمرت وشك بالسرعة الجوة عندكم حلوة يعني بشكرك جدا يا كريم وحنتبع معاك اكيد والتاسعة موجودة دايما طول الاسبوع ده موجودة في شرم الشيخ مع منتدى الشباب شكرا زاملنا كريم بيبرز من شرم الشيخ